يوم من اليوم قاعد واجت قوة يعني بل اليوم القوة صراحة انتفاجئنا بيها قالوا والله علي قرار هدم الدار زين؟ زين انت اليوم تهدم داري حشيت وياك يابا عندك كتاب قالوا انا ما عندي كتاب هذا قرار من المحافظ يابا طيني كتاب من المحافظ على ايه اساس استند يعني؟ هسا احنا انا جاي السئلة هنا قلت له يا ابا انت مستند على كتاب اليوم انا ذا علي القاقبض اتجيب لي كتاب عليك القاقبض اتفضلوا يانا للجهة المعنية نعم اليوم قلت لطيني كتابه بأمر هدم الدار يعني هسا انا قاعد وساكن بي قالوا والله انا بالنسبة الي هنا ذني يعني امر من المحافظ وهذا الشي قرار يعني استاذ حسن يعني هاي كارثة ترى واحد قاعد ببيته يجو يقوله والله هفلش البيت بوقراسة ها وين صارها كل الدول عالم ما صارنا بالعلاقة نشوف العجايب والغرائب واحد قاعد بأمان الله بيته وساد بابه على جهاله يجو والله يدقوا لي الباب جاينا نفلش بيتك احنا شفنا العجايب صراحة الستانة اللي هي قتلت اليوم من ساكن بالبيت اليوم اريد اوجه كلمة لسعد العيداني استاذ اسعد العيداني اليوم اريد ايسا ولف لكانه هذا البيت ساكن بي والمعاملة اللي قبل لا اصير انت محافظ من قبل المحافظين من قبل الوزارة جايب موافقة وجايب موافقة بناء من البلدية طبعا ما متصرف بكيفي اليوم احنا بقضاء شق العرب ساكنين المحافظة عليها انه هي تطلع اللجنة تطلع اللجنة البلدية ما تشط العرب خاصة ما تطلع المحافظة باكملها اليوم اتفاجئت من طاعة المحافظة انا اول مرة اشوف محافظة التجاوز تطلع اللي هي ما كلفة البلدية تطلع اصلا تنطي بلاغة وتنطي اي شيء المهم بعد ما يعني سول افنيت وصراحة تطار بكيفي لعد هذا الشخص اللي ايجاك يعني وهدت بالازالة يعني من وين؟ هدت بالازالة مجموعة ضبار صد لا لا من المحافظة وشنو دخلهم يعني بالموضوع وين دور البلدية؟ سألت قلت له ليش يعني ما اجت البلدية وليش ما بلغت بي يعني اليوم انت من تريد تفلش تنطي تنطي اي شيء اليوم الحواسم اللي قاعده هو بشارع وقاعد بحديقة وقاعد بخدمات وقاعد يعني عرق لبشروع تنطي انت اليوم تنطي انذار اتقل له عمي ها يعدنا مشروع بيها يعني ما كل يوم انت تجي وتفلش يعني تفكر اليوم شخص بالبيت موجود ست والله العظيم ست هي قوة يقل لك هذا اليوم الشخص هو خاف الانية يعاري يخاف الانية يتجاوب اليوم ماكوا واحد يقبل يفلشون بيته وانا اليوم احكي اياهم كتب رسمية ستة مننا رادتوا بالكلام اخذوني بكلب شه وصعدوني بالسيارة وطلعوا اهلي كلهم من البيت وفلشوا البيت سألتهم قلت لهم استرتاحيته قالوا اخ راح اقل لك شغلة احنا جاءنا قرار من المحافظ انا مسؤول عن هذا الكلام ستة انا مسؤول عن هذا الكلام اليوم قدام العالم احكي يقل لي حسن احنا لو ما نفلشين بيتك انطبل السجن لان اجاننا قرار انطبل السجن انت قلت له انت شن شغلك يعني ليش وشن لك شغل انت اليوم انطبل السجن قال انا اليوم اذا ما فلشك اطبل السجن المهم كمل التفليش وتمم اجل الضباط قالوا يلا تماطل ما حد شيء بعد احنا ما ناخذك خلونا انا واهلي بالشارع والناس التمت وناشدنا ورحنا للبلدية البلدية ادسنا للمحافظة يقل لانا القرار ما ادري به هذا اجر من المحافظة حسن يعني بدون امر اخلاق بدون اعمل طوكم وقت انه حتى يمكن تنقلون غرازكم ست والله انا غراز اتفلشت يعني موسيقى